واول اشي بدنا نعمله بدنا نضيف الثيم الي بدنا نشتغل عليه باقي شغلنا بنروح على المظهر بنروح على اضافة جديد بعطيني القوالب الاكثر الشعبية واللي حكينا عنها تمام انا بروح بعمله هنا اوشن دابليو بي اوشن طبعا معناها محيط دابليو يعني هو مش مهم الاسم بس انا عشان تعرف شي يعني اوشن 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 دابليو بي هذا القالب اللي نشتغل عليه شو السبب لانه في خيارات كثير حلوة صراحة بنعمله تنصيب وركزوا معي على الخيارات اللي موجودة هان جنب القالب موجود عندي خيارات محرر القوالب منا نحكي عن امور ثانية هسا طيب منيجي نعمل للثيم تفعيل تمام اتفعال عندي احنا شو حكينا ما بدنا يكون في عندي اكثر من ثيم فعال فبعمل حذف للثيم اللي ما بديه طبعا لا تحذفو اذا ممكن ترجعو احذفو اذا ما بديه شوفولي هانا شو نزل عندي وهاي اللي حكيت لكم عنها قبل كل ثيم ممكن يكون فيه الو اللي خاصة فيه من البلاجنز يعني انا عندي بلاجنز تعتمد اه ثيم بيعتمد على بلاجنز معينة فلازم ننزل هاي اللي هي الاضافات واحنا نتعود على بلاجنز نتعود انجليزي ما بدنا نحكي عربي افضل اه حكينا عربي ما فيه الكفاية فهس بدك تتعلم الاشياء بالانجليزي افضل اليك بنا نعمل الانستول البلاجنز بنا ننزل البلاجنز الخاصة فينا ونعمل انستول اليها طيب نضغط عليها او من هان مباشرة نعمل انستول اليها طبعا الاوشن اكسترا هي شغلة بتضيفلي شغلات معينة عندي في البلاجن بتقويليها لا هان لو لما نعملها انستول رح تلاقيها اختفت من عندي لكن فيه شغلة بنا نشوفها ما نروح على البلاجنز الاعدادات يعني بعد ما ضفناها هي تفعلت انا بديش ايها تتفعل بدي اعملها تعطيل ليش عشان احكي لك شو هي اساسا ليش انا ضفتها شو فايدتها لو نروح على الصفحات ونيجي نعمل اضافة صفحة تمام فترة رح تطلع لي هاي الخيارات طيب الشغلة الثاني اللي بدنا نعملها بدنا نحدف بدنا نغير الشكل تبع الصفحات اللي طالع عندي طبعا هو هذا الشكل الجديد وبداية الدورة حكتلكم عنه الشكل الجديد صراحة مش كثير حلو انا ما حبيته يعني اشي برجع اليك ممكن انت تحبه وما تحبه بس خلينا وليك الشكل القديم بنروح على الاضافات وبنروح على اضافة بنعمل كلاسيك هيا المحرر التقليدي اسمه كلاسيك ايديتور يعني لو ما لقيته عندك انتهان بثنا حضرك للدورة ابعث عنه اكتب كلاسيك ايديتور فرح يظهر عندك مباشرة تمام فهذا انا بالنسبة لي دائما استعمله فبعمل تنصيب اليه وفي شغلة ثانية يعني راح احكيلكم عنها بس خلينا نعمل انستول للكلاسيك ايديتور وبدي اعمله تفعيل هس لو نرجع للصفحة راح نشوف كيف الصفحة راح تختلف عندي تماما طيب خلينا نروح على اضافة الصفحة اضافة الصفحة شايفين كيف صارت مش زي الاول يعني مش مفهوم منها ايشي طيب هانا بدي تركزولي شغلة شوف الخيارات اللي موجودة عندي شوف الخيارات كلها ها احفظ شكل الصفحة تمام خلينا نروح نفعل اللي هي الاضافة اللي ضفناها جديد اللي هي الوشن اكسترا اللي خاصة في البلغين نعملها تفعيل ونروح على صفحات ونعمل اضافة صفحة شوفوا الخيارات اللي ضفين اللي اياها الخيارات اللي ضفين اللي اياها هي بتتحكم باللي اوت طيب ش يعني لي اوت اللي اوت معناها تقسيمة تبعة الصفحة او مظهر الصفحة تمام فاحفظ لي اللي اوت اللي اوت اللي هي تقسيمة الصفحة انت كوب ديفلوبر هذا الموضوع جدا مهم والكلمة هاي لو حاب تشتري في شركة رح تسمحها بدل المرة مليون فاللي اوت جدا مهمة وعشان نفهم ش يعني اللي اوت او شو فايت الاوشن اكسترا اللي ضفيني اياها خلينا نرجع للصفحات اللي موجودة عندي اساسا خلينا نروح نعمل زيارة للموقع طبعا الصفحة اللي شغالي عندي الصفحة الرئيسية اللي شغالي عندي هي صفحة المقالات انتو اكيد تفهمين علي شي يعني صفحة المقالات وشو الفرق بينه وبين الصفحة العادية خلينا نعمل تغيير الها ونحط بدل صفحة المقالات صفحة ثابتة من عندنا وهاي اول موضوع مهم بدنا نحكي فيه ترجمة نانسي قنقر